انت شغلت كمان مع محمد مونير في فيلم حكايات الغريبة ايه بقى تقولنا عالتجربة دي محمد مونير محمد مونير صوت مصر مش عارف اوصفه ازاي اقول الاصالة او الشخصية المتفردة المميزة ملوش مسيل يعني مفيش حد طلع سمعنا من نفس المنطقة اللي بيغني منها مونير فكان جديد وفي نفس الوقت ما حسش انه مطرب من بلد تانية يعني اي مطرب هل عشان شكله ولا اختياراته ولا طريقة الغلاء اللي بيغني بيها ده هو حتى لما غنى ألحان ناس تانية طبعها بشخصيته وبعدين فيه شهامة النوبة وشهامة المصر العليا ان هناك اصل المصر الحقيقية الفراعنة الناس اللي جاي من هنا ما زالهم معتفز القيم دي محتفزة بيها اهل المنطقة دول فمونير ما زال جواه كل شهامة مصر الحقيقية ايوه وفدي باينة في صوته فهو من نمازج الفريدة اللي ملوش مسيل يعني طب محمد الحلو انت اشتغلت معاه وشغال معاه دلوقتي انت في مسرحية اعتقد ايوه بالضبط سي علي وتبيعه قفة وتبيعه قفة اه محمد الحلو شخصية طيب قوي وانسان قوي لكن ما عندوش مانع ان الانسانيات دي تضغع الانضباط والله اه يعني الدرجة يعني هو وفنانك قوي اه وبيحب شغله كويس قوي لكن الانسانيات عنده عالية جدا لدرجة انه هو يعني يتدايق لو يعني لو واحد طالب مجاملة والمجاملة دي على حساب الشغل يعملها له يروح يعملها له يعملها له يعني هو مجامل جدا يعني مثلا فيه ممثل يجي يقول له انا عايز في الحتة دي اقول كاسم يقول له اه حبيب يقول له يا محمد ما نفعش اللي ايه اللي حتى دي ما تنفعش ما تنفعش اه لا يقول ليه نفل عالناس ليه اه انا شاف الله انها حلوة ما يعملها اه فالدرجة دي يعني فأعود معاه بالراحة واحدة وغلتا ما اخينه وقفاق تانع ما تنفعش اه انما هو الانسانيات عنده اعلى من كل حاجة طب تسمحاننا احنا نشوف الشاشة لفنان زميلك ونشوف هيقول ايه يا ريت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى اشرف الملشنين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام منور منور يا مولانا استاذ محمود الجندي وعايز اشكر مادام صفاقه ابو الصعود اللي هي دايما بتجمعنا مع احلى الناس واحب الناس انا سعيد ان انا اتكلم عن محمود الجندي اه زميل الصبا والشباب والغاية كده وبس يعني ما فيش بقى بعد كده خلاص ما كبرناش احنا يسا شباب ابو حانا في مشكلة برضو اه اه ايام الصبا والشباب ومسرح الطليعة والحماس وتجارب المسرح و و و و و و كنا بنعمل زي ما احنا عايزين ونسافر بلاد نعرض فيها ونرجع ثم بعد كده تجاربنا مع الأستاذ فؤاد المهندس ثم تجاربنا انا وانت والأستاذ فاروق الفشاوي والصحوبية والتاريخ والأيام الحلوة كلها كانت مع محمود الجندي محمود الجندي هتكلم عليه من زاوية انه النهاردة اتفرجت عليه في فيلم الفرحة ومن قبل اتفرجت عليه في فيلم كبارية شفت حضور طاغي في وشه وشفت في محمود الجندي نضج فني غير عادي مش طبيعي فعلى طول طبعه ده بإلى زهن شيء زي ما بقول ما فيش حاجة بتأتي من فراغ محمود الجندي مش جاي من فراغ محمود الجندي دارس في المعهد محمود الجندي عنده تجربة طويلة في الجيش والحرب لغاية ما حصل التحرير في تلاتة وسبعين محمود الجندي اتربى على دين شعراء وعلى دين ملحنين ومغنيين محمود الجندي ممتلق بتاريخ مصر وثقافة مصر وممتلق شعر وممتلق طرب وممتلق موسيقى وممتلق سياسة وممتلق اجتماع والان محمود الجندي ايضا ممتلق طاقة روحية ودينية كبرى اذا شيء طبيعي جدا 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 ان نلاقي هذه العجنة الاشداء دي كلها معجونة داخل شخص لازم يطلع بيقدى اداء عبقري هذه العجنة موجودة داخل محمود الجندي محمود الجندي بما انه صاحب تجربة طويلة مليانة وزاخرة وسرية انا عايز اكلمه في تأثير يقول لنا تأثير حياة الفنان الخاصة وثقافاته الخاصة ايه مجلولتها على الشاشة وكيف تفيده في فن التمثيل ان اعتقد ان محمود الجندي لو قالي الكلام ده انا اعتقد انه ممكن يستفيد منه اجيال من الشباب اللي هم بالنسبة لنا هم الامل وال الامل وهما بكرة وهم اللي احنا بنعتبرهم امتداد لمسيرة الفن المصري الاصيل اللي لن ينتهي بازن الله تعالى منور يا بوحانة فيه واشكر لي مادام صفاء أبو الصعود اللي خلتني أخذ الفرصة الكبيرة دي إن أنا أتلم عليك وأتكلم معك سواء مش عارف طبعاً الكلام الكبير اللي قاله أحمد يعني أرد بس أقوله أولاً تعاء سيدنا وبكر اللهم اجعلني خيراً مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون الكلام اللي قاله طبعاً كلام كبير قوي ومش غريب إنه يطلع من حد زي أحمد لإنه نعيشنا وبعد فعلاً فترة طويلة قوي فترة البدايات والتكوين أما بالنسبة للرد على سؤاله وهو طبعاً عارف لكنه عايز يسمع مننا التفسير حياة شخصية للفنان وحياةه الخاصة بتأثر قد إيه على شغل أنت عارف حددك إن الفنان ممثل بالتحديد ثلاث مستويات مستوى الموهبة الأولينية اللي بتيجي دي ما حدش دخل فيها خلص ربنا سبحانه وتعالى بيهب مخلوقه معين حاجة وأنا بعتبر إن ده تكليف الموهبة دي تكليف من ربنا طبعاً وبعدين جزء الثقافة ثقافته العامة وبعدين جزء بتاع حياته الشخصية الثلاث مستويات دول بيكونوا شخصية الممثل ممثل ممكن يبقى في حياة زكاؤه عالي جداً لكن موهبته قليلة وتلاقيه مستمر ينجح ممثل موهبته عالي قوي لكن زكاؤه الاجتماع ضعيف ما بيعمل عمل اتنين ويعينه ما بيكملش ما يعيش كتير ما يعيش كتير فزكاء الممثل الاجتماعي وعلاقاته الخاصة جزء مكمل للموهبة بتنميها أو تسقلها أو تطفيها الحياة الخاصة للممثل وخاصة إذا كان دلوقتي بقت مكشوفة أو للناس فبتسيب أثر عند المتلقي لو سمع عني خبر سيء في حياة الشخصية بتسيب عنده أثر عند المتلقي فمهما قلت راني الفجل والمعلومة دي في دماغه حتقلل المصدقية حتظلمه حتظلمه فده الجزء الخاص به الشائعات اللي بتوحيله فالإنسان بقى إذن بالتالي الفنان بيدفع تمن موهبته يعني لازم يكون تمن الشهرة طبعا يعني لازم يحافظ على حياته ولازم يحافظ على اسمه يعني ما يقدرش يبقى منطلق زيادة على زوم بلا دوابط ولا روابط ما ينفعش ده حصار ده الشهرة دي بالنسبة له اللي لازم يعتبرها حصار له أنت أدخل بيتك وعليك بابك مقفول اعمل ما يحلو لك إنما طول ما أنت برى الحدود دي وفيه عين أخرى شايفاك فأنت محاصر وأنت مكلف بموهبتك إنك تحميها وتحمي مهنتك لإنك أنت كمان بيش تقصى عن نفسك بس أنت بتقصى على بقية المقاتين بيك